السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة يومية الفراشة ان شاء الله ستكونوا بخير و بصحة جيدة اليوم جيت ندير معكم وصفة للشعر المتساقط او الشعر اللي ما ينبج ان شاء الله حكايا تستفادوا معايا بما انه بزف بنات تطلبوني فهذا طريقة استخدام يعني النفط او البترول في الشعر انا رايح نعطيكم وصفة مجربة مني الشعري من سنين و بما انه بزاف يقولوا بلي البترول ما هو شميح لشعر و تقول لك ما كاش منها و كل واحد كيفا لكن هذي نقولكم بلي غالط انا جربت البترول للشعر و نبتلي شعري روعة و بزاف داروا البترول لشعرهم و نجحت معاهم و ما في حتى اضرار و ما في حتى خطورة حتى انه يستعمل كدهن على الصدفية و على الاكزيما و على بعض الامراض الجلدية في الجسم يعني مش غير لشعر فقط لكن مناحظة فقط انه البترول لازم يكون بيترول خام يعني صافي كما را كنت شوفوا انا جاني من مصدر موثوق مئة في المئة يعني البترول اللي كان عندي مقبل لونه اسود لكن انا ما كنت عارفة بلي البترول لاتك اللونه الاسود هو بيترول يعني فيه الشوائب يعني مش يمصفة لكن هذا شوفوا كيف داعيك الزيت هذا راهو بيترول خام يعني صافي مئة في المئة حتى انه كانت عندي قنينة كبيرة مديت منه للمدارس يعني السياب داروا عليها في المدارس الأطفال و كامل يعني الساديدة يعرفوا البترول الخام ويعرفوا يعني البترول اللي فيه الشوائب مش يمصفي اذا ادوه لي كامل و زيت صدقت منه بزاف يعطيت بزاف اللبنات ولي محتاجين يعني يطلبوه مني اذا بقت لي غير هذ الكامية اللي خبيتها لي بحن استعملها مرة على مرة كي يبدأ شعري يطيع اول شي بحن نبدأ و نديرو الوصفة تعنا تعال البترول حابا نعطيكم بعض النصائح خاصة اللبنات اللي يعانوا بزاف من دساقط الشعر و شعرهم ما ينبج بما انو نعرفوا باللي وقت الخريف هذيك حاجة طبيعية شعر يطيح بكاثرة خاصة في وقت الخريف ربي دار هذي السباف الخريف يطيح الشعر كما اوراق الشجر بس من بعدك اتعاود يتجدد مع الخريف مع اللي وقتين بتشعر مع العرباع اذا الشعر لي يطيح و ما ينبج اكيد فيه خلل اكيد كين حاجة كين عوامل سحية مثل فقر الدام او لنقص الكاليس يوم الحديد يعني يخلي شعر ايتيح و كين ايضا انو اللي شعرها يعني فروة الرأس التاحة دهنية بزاف و عندها القشرة على ابيكم بالدهون كي شعر يكون دهني يخلي المسامات هذيك الدهون تتحول كي شغل عجينة في الشعر مع القشرة يعني يتغلق المسامات كاملة على الشعرة لا تخليها تنبت على هذا لازم قبل ما تديروا اي وصفة للشعر اذا قبل ما تديروا اي وصفة للشعر اي وصفة طبيعية للشعر لازم تنقيو الشعر و فروة الرأس جيدا اللي هي لازم تغسلو الشعر مليح مليح بالشامبواء و مرة في الأسبوع ماشي يوميا و زيت بزيادة و لازم تغسلوه بالخل و تمشطوه مليح كل ما تغسلو شعر تيكم خاصة اللي عندهم القشرة او فروة دهنية دايمان شل اللون بالخل الأحمر تعبكري ماشي الأبيض هذا كاين نوعية يسموه سيدنا هذا الخل هذا يعني ايجاية ميل الهاركا يعني اللون تقريب كما حكذا هذاك مليح بزيف للشعر ينحي القشرة و ينحي الدهون فهمتوا لازم شعر تيكم تغسلوه و ماشي كل يوم تغسلوه 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 و تكملوه و الحمامات الزيتية لشعر ضرورية كل مرة كيفاه يعني انا دوكا نعطي لكم هذا الوصفة تغسلوه 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 لشعر أسود لا يعني أشعر يعني عادي تغسلوه مثلا جميع الزيت الزيتون و تغسلوه لخولوه كامل في الجلدة 10 شعر كامل حتى الاطراف 10 شعر وخليوا 4 سوايا 5 سوايا في شعركم بعد ما غطيته بكش كيس او كما تبغوا خلوه وخصو شعرتكم عادي اما لعندهم الشعر الاشقر كما شعري انايا انا هنستعمل مثلا اربع ملاعق زيت الزيتون ونستعمل ملعقة واحدة تاع النفط انا عندي هذه الزيت الزيتون شوفوا كيف هناللون تحادي زيت زيتون حرة اذا نستعمل كمية اعزيت زيتون حوالي زوج ملاعق او ثلاث ملاعق كما راكو تشوفوا بعد ذلك نستعمل ملعقة واحدة تاع النفط هكذا انا ادتعيني ميزاني لاني نعرف كيف هندير في الميزان ودخلطهم من الليح ولا ديرو فيك زوجاجة ورشو كامل على فروة الرأس اول شي على فروة الرأس شوفوا مكاين حتى رائحة الا تعزيز زيتون حاجة خفيفة فقط شوفوا كما حكذا وديروها كامل في اطراف يعني من فروة الرأس حتى اطراف الشعر اطراف الشعر اطراف الشعر هذا الزيت تتغلغ الكامل في فروة الرأس اذا البنات هذه هي وصفة البترول للشعر هي ما فيهاش بزاف مكونات لكن يخفف المادة البترول هذه بزيت الزيتون فقط يعني دايما كما قلت لكم مقبيلة لازم زيت الزيتون تكون الكمية تحا اكبر من كمية النفط جميعا يجب ان تغسلوا شعر تكم قبل اتفعل هذه الوصفة و ضعو الأسر ديها تلاتي اطرح مربانا ويدعم الوصفة تضرب وخلو اتفعل القشرة او فروة زيتية ان شاء الله ساعدكم اشتركوا بهذه الوصفات عنها اليوم انتظروا انتظروني مع وصفات متعددة خاصة ومجربة للشعر ان شاء الله سننزلكم كل مرة وصفة بوصفة حكا ان شاء الله تستفادوا كامل ونقول لكم بل او عندي وصفات مقبل للشعر والبشرة اني حطتها في بداية القناة وجد مجربة مني خاصة لانواع البشرة اذا نقول لكم لا تنسوا اشتركوا اللي جامع على الفيديو واللي اول مرة يشوف القليل فيديو توعي والقناة تاعي ادير اشتراك وضغطوا على زر الجرس بح يوصلكم كل جديد اخلوا لي التعليقات حكا بح نبقى على التواصل اقول لي اي سؤال ولا ما فهم اش تخلي لي التعليق وانا نجاوبها بكل يعني روح رياضية يعني نجاوبكم من القلبي اذا نتالى وفير وقتكم واسهد قاسا مقاس للشعب الجزائري كام ان شاء الله يكون عام خير علينا وعلى كامل الامة الاسلامية وتالى وفير وقتكم والسلام عليكم